بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهامر وفجرنا لأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من متكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إننا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلاله وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غذاب من الكذاب نشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطذر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط مجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر ولقد جاء أهال فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسور يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم بذوقوا ما السسقر إنا كل شيء خلقناه لقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من متكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطار إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والعيحان فبأي آلاء ربكما تكذبا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج منا فبأي آلاء ربكما تكذبا فبأي آلاء ربكما تكذبا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبا كل من عليها يفا وله الجوال المنشآت في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبا كل من عليها فان ويبقى وجو ربك ذو الجلال والكرام فبأي آلاء ربكما تكذبا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبا يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبا يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبا فإذا انشقت السماء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهاد فبأي آلاء ربكما تكذبا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبا يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي ولا قذاب فبأي آلاء ربكما تكذبا هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبا ولمن خاف مقام ربه جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبا ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبا 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 ربكما تكذبان ومن دون ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونخل ورمى فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلاثة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولبان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طهر مما يشتغون وحوم النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنوعة وفرش منفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد لا بارد لا بارد هو ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إما لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة نولا فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ التنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فأما إن كان من المقربين من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين والعمل 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 و Parmen doors ورة الأرعو وعن المان كان منا بالمقربين والعمل وعنت أن بالتصحاب del إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اشتركوا في القناة